معي من اسطنبول عبر أقمار صناعية دكتور يحيى العريدي المستشار في الهيئة العليا للمفاوضات مساء الخير أهلا بك معنا دكتور يحيى التصريحات اليوم في طرح يقول بأنه في أكثر ليونة يعني برلين تقول وزير الخارجية ماس قال بأنه يجب طبعا التنسيق معهم فيما يتعلق بتفاصيل ما سيحدث باريس على لسان طبعا رئيسة أمانويل مكرون قال بأنه متى تقرر هي ستقوم بالمشاركة وبالضربة وكمان في طرح يقول بأنه لا يوجد اتفاق نهائيا بين البلدان هذه حول الضربة طبعا مساء الخير حقيقة هناك تذبذب ليس فقط بالمواقف لكن بالتصريحات عمليات تسخين وتبريد في آل معان لكن الهدف واضح والتوجه واضح والحدث واضح وإن كان هناك أي محاولات للتأكد حقيقة هم وصلوا إلى التأكد من عام 2013 وبعد ذلك أيضا تيقنوا بأن ذلك المخزون لم يكن سلم بالكامل وعيد استخدامه ورسد عشرات المرات من استخدام الكيميائي في سوريا لكن ربما يكون هناك شيء من الصفقات التي يراد لها أن تعقد بين أجهات معينة تعرفون تباً من الوضع السوري الآن؟ هذا؟ طبعاً ومن ضمن الأسئلة التي وردتنا على صفحة أخبار الآن دكتور يحيى تقريباً ما ذكرته وقال بأنه لن تحدث ضربة هذه فقط ورقة ضغط على روسيا ومن هنا نعود لما كنت تتحدث فيه دكتور يحيى هي صفقات ما يحدث في هذه الأيام؟ بالتأكيد هذه الدول تتطلع إلى مصالحها بالدرجة الأولى ولا تحتكم بأي شكل من الأشكال للمعيار الأخلاقي لو كانت فعلياً تحتكم للمعيار الأخلاقي أمام ناظرها هذه الدول نصف بلد مدمر نصف شعبه مشرد نصف مليون إنسان في المعتقلات معتقلات النظام ومليون إنسان خربت حياته جسدياً موجود وأيضاً استخدمت كل نوع الأسلحة من جانب آخر نستطيع أن نقول بأن المسألة ليست تطلع إلى ضربة أمريكية أو ضربة دولية على سوريا علينا أن نميز بين يد عابثة استخدمت سلاح محرم وشعب القصة هي ليست بمزج السلطة مع الشعب وليست الدولة هي الشعب الدولة عملياً قام بارتهانها وبيحتكارها وبأخذها رهينة سلطة معينة والآن عندما يقال بأن هناك ضربة ستوجه لليل الخبيثة يقال بأن سوريا ستضرب ستضرب من هو ذلك السوري الذي يريد لبلده أن يضرب طبعاً نحن نتحدث عن النظام لكن تلك اليد العابثة يجب أن تضرب طيب دكتور يحيى في استنفار تام بداخل السوري من قبل النظام من قبل الحلفاء وطبعاً في إخلاء لمواقع عديدة في يعني البعض حتى يعني رأى وكأنه هذا الموضوع يعني يعني متفق عليه في وقت كان كافي لإخلاء المواقع ولكن إلى أي مدى هذا ينطبق على الكيماوي يعني طبعاً الكل يتحدث عن كيماوي تلزميليوم وزير الخارجية البيطانية قالت بأن الاستهداف سيكون البنية الأساسية للأسلحة الكيماوية للنظام هل من طريقة للنظام وحلفاءه في موضوع الأسلحة الكيماوية ومواقع الأسلحة الكيماوية كيف يمكن أن يتحضر فيما يتعلق بهذه المواقع للضربة أقول مسألة هنا بوجود تلك الصواريخ الذكية كما يقال والتي تستطيع بشكل أو آخر أن تدخل من نافذة غرفة معينة كما حدث فعلياً بتلك الصواريخ التي تحمل غاز السارين والتي استخدمت على دومة للتو سمعت رواية مسجلة من أحد الأشخاص والذي انتقل إلى جرابلوس الآن ومدة التسجيل أربع دقائق يقول فيها كيف تمت العملية وكيف أنزلت تلك الصواريخ إلى ذلك القبو على عمق أكثر من 20 متر بحيث أنه كان يستحيل التسليح الموجود في البناء أن يدمر ذلك المكان لكن تم استهدافه من ثلاث فوهات معينة وأحد تلك الصواريخ صورة وهو لم ينفجر هذه مسألة حقيقة ستكشف بعد لكن نعرف تماماً بأن الروس دخلوا بعد ذلك إلى ذلك المكان حتى يبحثوا ويحققوا والكل يعرف أهداف الروس ومرافعاتهم في مجلس الأمن بحيث يكذبون ويعتبرون كل ذلك فبركة بالنسبة لانتشار القوات وأخلاها أمكن من مكان إلى الآخر كلها تقارير تأتي وتصريحات لا نعرف مدى دقتها لكن عملياً هناك عمليات رصد عبر الأقمار الصناعية يعرفون تحرك النملة كما يقال فإن كان هناك نية فهي واضحة أنا أشكرك جزيلاً من إسطنبول دكتور يحيى العريضي المستشار في الهيئة العليا للمفاوضات شكراً دكتور يحيى شكراً دكتور